كشف وزير المهجرين أو المختربين في حكومة تصفيف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين كشف عن خطة بلاده لعادة 15 ألف لاجئ سوريا شهريا من خلال إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من سوريا لبنان ومفوضية شؤون اللاجئين وزير المختربين عصام شرف الدين ادعى أن الحرب في سوريا انتهت والبلد أصبح آمن ومرفوض كليا ألا يعود النازحون إلى سوريا على حد زعم الوزير سنتوقف معكم مع تفاصيل هذه الخطة لكن بعد متابعة تقرير مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت نورتوق بعد نحو أسبوعين على دعوة رئيس حكومة تصرف الأعمال نجم قتل مجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين عن خطة لإعادة 15 الفلاج سوري شهريا إلى ديارهم على اعتبار أن الحرب في سوريا انتهت والبلد أصبح آمنا وفق تعبيره نحن كثير جديين هالمرة كثير جديين سيا ما نصار فيه تكليف بقرار مجلس وزراء لوزارة المهجرين ووزارة الشؤون الاجتماعية وتشكل لجنة من سبع وزراء يترقصها رئيس مجلس الوزراء تحتى التابع أيضا الموضوع الحيوي في عنا مليون ونص نازح من حلها المشكلة وبنفس الوقت وبالتزامن في المشكلة الثانية اللي هي مش مشكلة كتير كبيرة أساسية بس مش كبيرة هي مشكلة المعارضين المعارض اللي حابب يرجع الدولة السورية عبد كله ما عنا مشكلة تفضل بتكتب تعهد بتكتب محل قيمتك بتكتب تعهد إنك ما بدك تمارس عمال سلبية أما الطرح الآخر اللي ما بده يطلع ويعمل كتاب تعهد مفوضية الشؤون ملتزمة تأمن بلد ثالث يروح عليها المعارض بلد آمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تترافق بحسب المتابعين مع ضمانات أساسية أبرزها يتعلق بحماية العائدين من أي انتهاك بحقهم من قبل نظام الأسد بدأت أن يجب أن تترافق مع ضمانات بعودة آمنة للاجئين وهي حتى اليوم غير متوفرة ما نحلت شيء الساعة موضوع السوري قائمة بسوريا الساعة موضوع الضرب والتعذيب والليجئين اللي يكونوا موجودين هناك يتعرضوا لأبشع أنهم ضربوا التعذيب وشفنا نحن مؤخرا وبالتالي ما في ضمانات لها حتى نرجع أنا أقول أكثر من هيك الحكومة اللبنانية تحاول الضغط على المجتمع الدولي إما أن تدفعوا لنا الأموال وإما أن نعيد اللاجئين إلى سوريا يبدو واضحا إذن أن ملف اللاجئين السوريين عاد إلى الواجهة من جديد عبر خطة ثلاثية وأخرى رباعية تشترك فيها الأطراف والجهة المعنية ومن بينها مفوضية الأمم لشؤون اللاجئين التي رفضت التعليق على هذا الموضوع لا أرض أغلى من الوطن هذا ما يؤكده كل لاجئ سوري في لبنان ولكن الوطن من دون أمان لا يمكن العيش فيه ليبقى مصير اللاجئين رهن المصالح والسياسات الدولية لتلفزيون سوريا نورتوق لبنان وفي سياق متصل أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت على أن أي إعادة قصرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القصرية بعدم إعادة الأشخاص قصرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو غيره من أنواع الاضطهاد تقول رايتس ووتش إن الخبر المثير للقلق والذي سيكون انتهاكا واضحا لالتزامات لبنان الدولية يتم من دون تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفق المنظمة الحقوقية فإنه على عكس تصريحات الوزير اللبناني فإن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين مشيرة إلى أن الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها وما أكثرها للتعليق على الموضوع معنا المحامية والحقوقية اللبنانية ديالة شحادة من بيروت سيدة ديالة مساء الخير قبل أن نناقش هل تتصق خطة الوزير اللبناني عصام شرف الدين مع المعايير الأممية والشروط الأممية لعودة اللاجئين السوريين هل بدأ بحسب اطلاعك على الملف هل بدأ بتشكيل هذه اللجنة الثلاثية التي تحدث عنها شرف الدين المكونة من سوريا ولبنان ومفوضية اللاجئين الهادفة لتنصيق عودة 15 ألف لاجئ سوري كل شهر لا أعتقد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سوف تشارك في لجنة تخرق القوانين الدولية وأهمها التزام لبنان موجب الاتشفاقية الدولية لمناهضة تعديب على عدم إعادة أي شخص فار قصرا من موطنه على الأقل قبل أن يتح له عرض قضيته على القضاء لإثبات أسباب الجدية لتعريضه للإضطهاد ولغيرها من الأشكال المعاملة المسيئة والحطة من الكرامة لتصل لحد ربما التعذيب وحتى القتل فأعتقد أنه من جهة المفوضية التي يجب أن يصور عنها بيان في وقت ما حول هذه اللجنة إذا ما كانت ستشارك فيها بالفعل وأنها تنتظر لتطلع على آليات هذه اللجنة وما إذا كانت ستقوم كما يزعم وزير الخاص بشؤون اللاجئين في لبنان ستقوم بتأمين العودة الآمنة والطوعية ل 15 ألف لاجئ ومن الغريب حقيقة تحديد هذا الرقم وكأن اللاجئين السوريين في لبنان ينتظرون بطابور طويل أن تفتح لهم الأبواب للعودة إلى سوريا ومع التذكير بأن مسألة عودة اللاجئين في أي بلد إلى موطنهم الأصلي تعود المسؤولية فيه بالدرجة الأولى على النظام السياسي والحكومة التي تتولى مقاليد الحكم والسلطة في هذا البلد وقد أثبتت التقارير وأهمها مسح قمت فيه مبادرة المساحة المشتركة في عامين 2017 و2018 بأن معظم من يصل إلى حوالي نسبة 85% من اللاجئين الموجودين في لبنان قصرا هم قادمون من مناطق مدمرة فيها بيوتهم ولم تبدأ أي خطوات حقيقة من قبل الحكم في سوريا من أجل إعادة أعمارها تشجيعا لأصحابها للعودة لا بل بالعكس صدرت عن هذا النظام نظام الأسد في سوريا قرارات عدة إنما هي تمنع عودة المختربين فما بالك باللاجئين أهمها هي رفع رسوم الجواز السفر السوري وإجبار القادمين السوريين إلى سوريا على دفع مبالغ على الحدود بالعملة الأمريكية إلى دولتهم ومنها أيضا القانون الرسوم الرئاسي المثير للجدل الذي صدر قبل بضعة معامل الذي أعادت رسم شكل نظام الملكية في المناطق المدمرة بما يحهم العديد من أصحاب تماما أصحاب الحقوق العقارية في المناطق التي لم تزل مدمرة الحق في العودة إلى مناطقهم غير مسألة التجنيد القصري التي ليس هناك بعد أي ضمانات من أي نوع إذا كان السوري اللاجئ أو المخترب الراغب بالعودة إلى بلده لن يقوم بإقحامه قصرا في أعمال ونزاعات مسلحة تنتهك القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية للمواطن السوري كما فعل النظام السوري حين أقحم القوات السورية في نزاعات وانتهاكات ضد المدنيين في معظم المناطق السورية كل هذه المسؤوليات إنما تقع على جهة واحدة فقط لا غير وهو النظام السوري وحقيقة أستغرب اليوم كيف يمكن إذا ما كان هناك عدد 15 ألف شهريا كما يقول وزير المهاجرين في لبنان يعني بعشر أيام رغبين بالعودة إلى سوريا إما أن اللاجئين السوريين فعلا يرغبون بالعودة إلى سوريا وهم في طوق إلى أن يفتح لهم أحد الحدود ويسهل لهم ذلك إما أن وزير المهاجرين يقصد بأنه سوف يتم تجميع ألاف الأسر السورية من المخيمات السورية قصرا في باصات بالقوة وبالعنف وإرسالهم قصرا إلى سوريا وهو مشهد لا يمكن تخيله في لبنان ولا يمكن تخيله أن يتجرأ أي دولة في العالم على ارتكابه بحق لاجئين فما بالك في الدولة اللبنانية فلا أعتقد إلا أن الأمر هو من قبيل التهويل كما ذكر الزميل يقول الوزير بأن المسألة هذه المرة جدية بالنسبة للبنان وسنطلب من مفوضية اللاجئين سحب الدعم عن 15 ألف لاجئ سنختارهم لكي يعودوا هذا في كل شهر اليوم أنت تقولين بأن الأمم المتحدة من المستحيل أن تشارك في آلية لذلك ولكن حينما نسمع كلام الوزير يقول بأن المفوضية مجبرة أن توجد بلد ثالث يذهب إليها اللاجئ السوري في حال عدم استطاعته العودة تستبعدين أن تشارك اللجنة إذن لا قابلية لتطبيق هذا الكلام نعم ما غاية أنية الوزير بهذا الكلام تفضل به وزير المفوضية غير ملزمة المفوضية تبذل مجهود وفقا لبروتوكول تعاون مع الدولة اللبنانية لإيجاد دول لإعادة توطين اللاجئين من أي مكان أتوا ولكنها ليست مجبرة أن تشجدها لأنه لا يقع ذلك على عاطقها وأنما يقع ذلك بحسب عدد الدول الراغبة بإعادة توطين اللاجئين وعدد الذي قبلت هذه الدول بأن تستقبله فكل مسؤولية المفوضية هي في أن تقوم بواجبها بتسجيل اللاجئين بتوزيع الميزانية التي هي شحيحة أصلا وأقل بكثير من الحاجات الإنسانية المطلوبة في لبنان عدا عن أن هذه المنح نذكر دائما أن ما هي تفيد اللاجئة وتفيد أيضا البيئة الحاضنة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت من قبل مفوضية أو من قبل منظمات حكومية وغير حكومية أخرى وبالتالي لا أتخيل أبدا المفوضية التي سبق أن تم تهديدها من قبل وزير الخارجية السابق جبران بيسيل بسحب إقامات الموظفين العاملين فيها حينما أصدرت بيانا قبل نحو خمس سنوات أو أكثر توضح فيها أن ما يسمى برنامج العودة الطوعية إلى سوريا ليست هي مشاركة فيه بمعنى أنها ليست قادرة على ضمان وجود إغاثات إنسانية منها في المناطق التي سيعد إليها هؤلاء اللاجئين بسبب عدم التعاون الكافي بين مجددا سلطات نظام الأسد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأراضي السورية إلي حد بات هذا الملف مسيس بالنسبة للسياسيين في لبنان وتحدثت في نقطة غاية في الأهمية وهي على موضوع التأثير الإيجابي فيما يتعلق بالمنح المقدمة للاجئين على اللاجئين وعلى البيئة المستضيفة لهم أو البلد المستضيف لهم اليوم أي عودة للاجئين ألن يتأثر بها لبنان برأيك أعتقد أن قضية اللاجئين هي ورقة سياسية سورية وليس فقط لبنانية وأعتقد أنه سمت مواقف سياسية رسمية لبنانية تصطر لخدمة موقف النظام السوري ورأينا الآن في التقرير الذي عرضتموه عبارة مثيرة للجدل لوزير اللاجئين وليس المهجرين أو النازحين السوريين في لبنان يقول فيها أنه بما يتعلق بالمعارضين السوريين الذين هم يرغبون بالعودة إلى سوريا ولكن يخشون الاضطهاد أن يوقع على تعاهد بعدم القيام بأمور سلبية وكأن هذا الوزير اللبناني حكم بكلمة واحدة على جميع المعارضة السورية بأنها معارضة تقوم بأعمال سلبية يقصد لربما مخالفة للقانون أما إذا كان يقصد عدم القيام بأي أعمال معارضة للنظام السوري فهذا موقف جدا مشين أن يصدر عن وزير في حكومة دولة لبنان التي كانت بين الدول القليلة التي صاغت الأعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل أكثر من سبعين عاما يعني فعلى الوجهين الموقف هو معيب حقيقة أن يصدر عن حكومة لبنانية أو وزير فيها بكل بساطة عودة اللاجئين السوريين أو أي لاجئين من أي بلد في أي مكان في العالم إلى بموطنهم تتوقف دوما على تأمين الشروط الآمنة للعودة أولها إعمار بيوتهم المدمرة وهذا ما لم يحصل في سوريا ثانيها التشجيع وتقديم ضمانات على انتقال سلمي للسلطة وهذا ما لم يحصل في سوريا وقبل هذا وذاك ضمان انتهاء العمال المسلحة في كل أراضي الوطن وهذا لم يحصل وأيضا إخلاء سبيل الموقفين السياسيين وهم بالآلاف والكف عن تعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب كما رأينا في تقارير صدرت حديثا وعرضت أمام الأمم المتحدة وهذا أقل ما يقال فيها أنه لا يمكن أن يشجع أي لاجئ على العودة إلى دولة تحكمها حكومة ونظام بهذا الإجرام نعم ختاما أود السؤال هل تستطيع الحكومة اللبنانية تطبيق كلام الوزير خطة الوزير بمنأة عن موافقة مفوضية اللاجئين هل تستطيع أن تعيد اللاجئين حقا ضمن هذه الخطة أو الإطار الذي تحدث عنه شرف الدين دون موافقة مفوضية اللاجئين في لبنان تستطيع أي حكومة أن ترتكب جرائم بشعة ودولية وتنتهك القانون الدولي ورأينا هذا يحصل في أكثر من دولة عربية وعلى رأسها حكومة الدولة السورية فهل ترغب اليوم حكومة لبنان في أحلك محطات انهياره الاقتصادي وحاجته إلى الدعم الدولي لكي يلتقط أنفسه وليس فقط لكي يقوم بإصلاح الأزمة والاقتصاد المتعثر لديه هل هو في هذا الظرف الحالك يرغب أيضا بأن يرتكب جريمة جديدة وجرائم جديدة ضد الإنسانية بحق اللاجئين السوريين الموجودين قصرا في لبنان لا أعتقد ذلك وأظن وعسى أن لا يكون ظني خاطئا أن هذه الخطابات السياسية إنما هدفها دفع المجتمع الدولي إما إلى زيادة الدعم المالي للسوريين عبر الحكومة اللبنانية أو أن يدفع المجتمع الدولي إلى محاولة الجلوس من جديد إلى طاولة مفاوضات مع سوريا من أجل الحديث عن إعادة إعمار في سوريا ورزمة الحل السياسي والاقتصادي في سوريا وبالتالي فهذا يعني أن الوزير اللبناني أو الحكومة اللبنانية إنما هي أصبحت متحدثة بالوكالة للحكومة السورية على مستوى الإغاثة الدولية شكرا جزيلا لك المحامية والحقوقية اللبنانية ديالة شحادة كنت معنا من بيروت من انتهاكا إلى آخر تنضي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ضاربة بالالتزامات الدولية والتحذيرات الحقوقية عرض الحائط أما الآن فإلى ملفنا ثاني وتدخل إيران بالسجلات العقارية السورية ترجمة نانسي قنقر